طيب نقطة مهمة جداً جداً ومدخلة مهمة جداً معايا على التليفون معالي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي يا دكتور أشرف أهلاً وسهلاً بحضرتك مساء الفل الخير أنا بقى مش عارف أقول كابتن إبراهيم عشان الجم والعضلات والحياة اللي عندك وأنا أقول السيد إبراهيم لا يا فندم إبراهيم يا فندم اللي تنين عندي مميزين يعني إبراهيم يا فندم ربنا يبارك في حضرتك وحشنا كتير جداً الله يعز حضرتك ويعلم إدارك يعني شايفين مدى المجهود المبذول خلال الفترة اللي فاتت وحسين قد إيه أنه وزارة الشباب والرياضة لا تقلو جهداً في كل المجالات مش بس فيه كرة القدم وده شيء عظيم جداً جداً نحيي حضرتك عليه مراراً وتكراراً خليني في البداية بقى الناس عندها تساؤلات كتيرة جداً بعد قرار الاتحاد المصري لكرة القدم مع عدم تواجد جمهور في المباراة اللي أعتقد هم كانوا يقصدوا بيها منتخبات مصر ما هو القرار النهائي بالنسبة لوزارة الشباب والرياضة؟ لا إحنا يعني نمكن بعثنا وبعثنا لجنة الربية المصرية والتحادات الرياضية كلها أحد الكرة شأنه زي يقول إحنا طبعاً يعني مع قرار مجلس الوزراء اللي كلنا عارفينه أن التجمعات والحياة المرتبطة بالنسبة للجماهير حرصة على يعني الصرح المصريين ودي يعني خطوة مرتبطة بالوقت الحالي لكن مفيش نشاطة منع والحمد لله كل الأفضلات موجودة فبالتالي عبرنا دعم الرياضة وخلال كتاباتنا لكل الاتحادات أن احنا لا يفضل الجماهير والتجمعات تبقى لهذا القرار وده حرصاً طبعاً على كل الناس وساحة المصريين ده شيء عظيم جداً إذا إحنا بنتكلم على منتخب مصر ومواجهة توجو هي اللي حتبقى بدون جمهور بما أن إحنا عندنا مباراة الدوري المصري إحنا بنتكلم على مبدأ العام نقطة معينة بنتكلم على المبدأ اللي عامل النشاط الرياضي ده مقوم ليس حاجة تم إغلاقها لكن في الحقيقة حارسين على تضيف يعني قرارات رئيس المجلس الوزراء في التجمعات وأي حاجة مصابطة بأعداد لأنه ده لازم تكون كلنا يعني صحة شبابنا وصحة المصريين وصفة خاصة أن المجال الرياضي يعني دائماً مصابط بتاع بداية وجماعير فالأنشطة موجودة ما فيش نشاط مغلق الرياضة موجودة زيها زي بقية الأنشطة اللي موجودة في الحقيقة لكن حرصاً إحنا بنتصبق بس القرار فيما يخص التجمعات التجمعات دي بقى ده مبدأ عام يعني يخص بس كرة كرة وغير الكرة صحيح طيب ما هي الإجراءات الاحترازية اللي طلبت بيها وزارة الشباب كل الاتحادات بما فيهم اللجنة الأولمبية طبعاً مرة واحد كمان الموجودة تجذيب والعنشطة ده بصفة خاصة في العنشطة أو في الصلاة المغلقة لازم يكون فيه تعقيم وأيضاً ما يكونش فيه كتافة عددية بسكل كيف جداً طبعاً كمان نرعي بصفة خاصة رياضات ألعب الماء نحن برضه كل حاجة مستوى تقسوب الانفكشن ده أو حاجة مستقبلية نخص بنا حتى ده كمان طالبناه في مديرات الشباب ورياضة ومراكز الشباب أيوة أيضاً هنتابع ده عن كسب بشكل كبير جداً لأنه ده يمكن كان برضه جزء من السؤال الوزارة يتبعها مجموعة كبيرة جداً من مراكز الشباب الرقابة بتاعتها تبقى عاملة ازاي؟ صحيح تفضل الفق طبعاً كل منشاءاتنا احنا مش فاس مراكز الشباب احنا عندنا مراكز تعليم مدني اللي هي بيكون فيها قامة بيكون فيها مراكز للتدريب والتعليم عندنا نزل الشباب عندنا المدر الشبابية الرياضية عندنا مراكز الشباب كل ما هو موظوظ يعني احنا شكلنا زي لاجة متابعة ووزارة أزمة وفي نفس الوقت يعني متعاونين وتفصال مباشر مع وزارة الصحة في كل الاجراءات المتابعة للمنشاءات هنعملها وطبعاً كل المسؤولين معنا في التدارة وفي التداريات على نفس درجة العمل ده بالنسبة للمنشاءات الشبابية وبنسبة للرياضة طبعاً في حوارات على فول وتبادل مع المنطشة محطب المسؤول طبعاً كرئيس لجنة الرياضية المنطرية بتعميم على الاتحادات وبعاتنا الاتحادات ايضاً بنفس المنهج لكن اكرر النشاط الرياضي موجود لا يلغى احنا شجالين لكن هنتبع بس الاجراءات بالتجمعات ده طبع فيه كرر مجموعة بما فيهم الدور المصري ساري كل التجمعات دور المصري ساري ما فيهوش انا مشكلة لا استثناء كل التجمعات كله رانينج كله بيمشي كله النشاط شجال لكن التعددية والجماهير وده احنا لازم تكون يعني عندنا خطوات احترازية والصباقية صحيح طيب دكتور اذا اللي بقى تابعنا مجهودات حضرتك فيما اتعلق باستاد القاهرة وفتح الاستاد لاقامة او لاستقبال مباراة الاهلي وزمالك في دوري ابطال افريقيا ما هو الموقف النهائي حتى الان حضرتك حط لا الموقف النهائي ان شاء الله لا الموقف النهائي احنا اول سوعة من خمسة احنا تناقشنا مع الهيئة العربية لكي تصنيع الجهج ملتزمة قدامنا ومن خلالها الشركة الانجليزية او المسؤولين في الحقيقة النبتة الصيفية او البذرة الصيفية ده يعني احنا هنمشي شوية بدل شهر اربعة نخليها الاول بعد اول سوعة من خمسة تقريبا عشر خمسة ويتناقشنا اليوم في الحقيقة هيستمر لغاية عشرين ستة لضمان لان دي نوعية جديدة في مصر الحجين او العيبر فطبعا هنلتزم بدا لكن اخرنا شوية عشان نحافظ على الشكل العام وداء وزايما نشوف استاذ القاهرة حاجة يعني محترمة لكن طبعا عندنا لازم كان نفكر لان مباريات فرقنا مع افريقيا او خارج من طف الوطن زيها بالضبط يعني احنا وراء انبيتنا زي المنتخب لان احنا دايما اسم مصر لازم يبقى يعني على طول خفاق من خلال يعني انبيتنا ومن خلال العبنا ورياضينا حتى في العرب الفردية طبعا كان لازم نعمل ده وكسف الحوار ونتدخل والحمد لله ان شاء الله يبقى يعني كاستاذ ان شاء الله بعد او لغاية عشر خمسة احنا يعني موقعين ويبقى قابل للإصلاف ده خبر عظيم جدا جدا اذا استاذ القاهرة بمشيئة الرحمن يستقبل لقاءات الاهل والزمالك في دوري ابطال افريقيا ده خبر عظيم جدا جدا طيب في جزئية مهمة كنا بنتكلم فيها مع كابتن شاوء غريب المدير الفني لمنتخبنا الاوليمبي ان هناك طلبات من منتخب البرازيل ومنتخب الارجنتين لمواجهة منتخبنا الوطني وتحديدا ذكر ان البرازيل تريد ان تلاقي منتخب مصر حتى ولو في مصر هل في مانع من هذا الامر هل تتحمس وزارة الشباب والرياضة لمثل هكذا عرض ام لا بص احنا النهاردة كان فيه لقاء في الحياة كنا بنستقبل كثير عامل كحافة الافريقية جيد ونقوله يعني احنا كل الدعم لتحد الافريقية خاصة بعد انحاء المقرر اللي ماشي في البراءاتها النهائية صحيح وتوقيع عليها والمطر يعني كل الدعم والمستندة والكرة الافريقية وطبعا كان مزيد ما كان مزيد للسكر والتقدير على دور مصر الافريقي والارتياح كبير جدا في الحياة افريقيا على ما تم انجازه لابراس دور الافريقي فده كان سناء يعني كان موجود ان نقضر في الحياة المجموعة اللي قبلناها عزيم وكان بصحبت الاجتماع الانتاذ عمر جنيني طبعا رئيس اللاجدار السمسية رئيس المصري وفي الحياة يعني تبقى ده المشوار في السابع في السابعات زي نحن نرفر بسرطة المتاخب السجير وايضا المتاخب كابتن شو غير بتاعته عشر سنة في الحياة احنا معدناش مانع في الحياة وتنقشنا وكابتن بسرطة عمر طبعا نسوف الموضوع لكن احنا بنرحب اهلا وسهلا لو في خرق كبيرة نقدر نستخدمها لأداد المتخبات يعني على الرحب وسعة عزيم بيدرز دوت احنا يعني المطلومة بنصورها ونقار فيها كتير الحمد لله يعني دعمنا وجود الفار الدعم التكنوليج صحيح العديد والعديد ان شاء الله ان احنا حاجة حاجة كده ان تجهل تدور فيها بالأفضل سواء في القورة او باقي الألعاب وباقي الرياضات الحمد لله شاهدت قدر كبير من التطور بقدر الإمكانية صحيح اذا ان شاء الله بإذن الله ليس لدينا ما يمنع بل ان وزارة الشباب والرياضة ترحب جدا باستقدام اي منتخب يريد ان يلاقي منتخباتنا الاولمبيا على رأسها منتخب البرازيل طيب معلش حضرتك ذكرت امر مهم جدا وهو استقبال سكرتير الاتحاد الافريقي اللي كرة القدم اليوم وتواجد حضرتك في هذا اللقاء هل تطرق اللقاء افندم الى تفاصيل كواليس متعلقة بفيروس كورونا بماذا او في ماذا يفكر عندها ثقة تامة في مصر واجراءات مصر يعني عبر عن ثقة كبيرة في الهكومة المصرية وهم يتم اتخاذه من الاجراءات وموفين على اي حاجة عظيم عظيم دكتور اشرف انا باشكر حضرتك افندم شكرا جزيلا باشكر حضرتك افندم شكرا جزيلا دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وتفاصيل مهمة جدا جدا اذا هذا الملف بكل تفاصيل وضعنا امام حضرتكم وباشكر كل السادة المسؤولين اللي كانوا موجودين معانا فيه مدخلات توضح للرأي العام الكروي والرياضي في مصر الخريطة عاملة ازاي ده دور المسؤول وده دور الطبيعي اللي المفروض انت حضرتك تبقى قاعد في البيت عارف المعلومات دي طبعا باشكر باشكر جدا الدكتور اشرف صبحي ورئيس اللجنة الاولمبية المصرية المهندس هشام حطب ومهمة جدا جدا انه نستعرف انه هذه البلد تتحرك بكامل مسؤوليها هذه البلد تتحرك بكامل مسؤوليها ولا تقلو جاهدا في اي شي اما ما اتعلق بالكورة القدم فهو ده الجزء الاصيل اللي احنا بتتكلم فيه احنا في النهاية برنامج رياضة تسألوني انا بتكلم في الكورة وبتكلم في الرياضة فقط وفقط لا غير ده في الشأن بالملف بالكامل لو حطنا قدام حضراتكم فيروس كورونا بتقلبات بالاجواء بالاحوال بتوصية حتى كمان اه وزارة الصحة بالامس بالتوصية اللي احنا النهاردة وصلنا رها من هيئة الارصال